الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وله الثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدهم وانتفع بسنتهم إلى يوم الدين ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين إن ربنا بر الرؤف الرحيم ثم أما بعد حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام فاسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأن يهدينا به إلى أقوى من سبيل إن ربنا بر الرؤف الرحيم في سابق عرفنا كيف عاش الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مع القرآن الكريم وكيف كان القرآن الكريم فاعلا في حياتهم وطبعا الذي ذكرناه شيء لا يذكر من أحوال هؤلاء فقط هو من باب الإشارة ولكن في قابل وقابل إن شاء الله تعالى نحاول في كل مجلس من هذه المجالس المباركة أن نطوف حول آية من كلام الله رب العالمين نطوف حول آية يكون لها في حياتنا تأثير وبعد معرفتنا بما نريد إيصاله منها يكون لها ظل مسلكي وعملي في حياتنا إن شاء الله تعالى وتحركنا وتنقلنا من وضع إلى وضع ومن هيئة إلى هيئة ومن حال إلى حال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ولم يذكر سبحانه وتعالى يهدي للتي هي أقوم في أي مجال ولا في أي باب إنما قال للتي هي أقوم للسبيل الأقوم والتي صيغة اسم الموصول وأسماء الموصول صيغ من صيغ العموم فالله تعالى يقول يهدي للتي هي أحسن ولم يذكر شيئا واحدا ولا مجالا واحدا ما يدل على أنه يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات وفي كل الهدايات هكذا هو كلام الله رب العالمين وآياتنا التي معنا في هذا المجلس وفي هذه الدقائق إن شاء الله تعالى هي قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ترى أيها الأخوة الحبيب أعظم فتنة يفتن بها الشيطان عباد الله أعظم فتنة يتعرض بها الشيطان لعباد الله فتنة التزيين ولبس الحق بالباطل وفتنة اتباع الهوى هذه التي أغوى بها أبانا آدم وأمنا حوى حتى قال الله تبارك وتعالى عن هذا الموقف فدلاهما بغرور غرهما وزين لهما وجمل المعصية والباطل في ثوب حسن وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور وفي زماننا الحال وعصرنا هذا وقع كثير من الناس في شرك الشيطان اللعين وفي شرك أعوانه من شياطين الإنس نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من هؤلاء ومن أولئك وسط هذه الفتن التي تموج موج البحر وسط هذا الخداع والنفاق المستشري في حياة الناس وقع كثير من الناس في حبائل الشيطان وفي شركه ولم يكن أبدا متصورا أن يوقع الشيطان الإنسان في هذا الشرك ومعه حبل الله المتين ومعه القرآن الكريم ولذلك الله يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون هذه الصورة التي صار الباطل فيها حقا والحق فيها باطل في كثير من تصورات الناس ومعرساتهم تلقي بظلال المسئولية الكبيرة على الدعاة والمصلحين والمربين أن يقفوا لها بالمرصاد وأن يعروا الباطل وأن يكشفوه وأن يبينوا الحق ويرفعوه وأن يكشفوا للناس زيف هذه الدعاوة الباطلة ويعروا للناس هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه هذه الآية جزء من آيتين وردت إحداهما في سورة البقرة في قوله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وردت الأخرى في سورة آل عمران في حق أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وكل من واقع هذه الخصلة هو من المقصودين بهذه الآية فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأهمية بيان الحق وفصله عن الباطل أو فصل الباطل عنه أولا تتمثل في كون ذلك عبودية لله رب العالمين الذي لا يتم الإخلاص له إلا بكشف هذا الالتباس كيف يخلص الناس العبادة لله وعندهم في العبادة غبش أو تشويش هو كذلك مهم لكثرة التلبيس والتضليل الذي يمارسه خصوم هذا القرآن وأعداء هذه الملة الذين قال فيهم القرآن من قديم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كذلك الله تعالى يقول قد تبين الرجد من الغي وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فالأمر ملح ومهم لا سيما إذا أضفنا إلى هذه الأهمية أهمية ثالثة وهي سكوت كثير من العلماء وطلبة العلم في ديار الإسلام أمام الكثير من المستجدات والنوازل سكوتهم عن بيان الحق سكوتهم عن بيان الحق أو عدم سماع كلمتهم من الجماهير وعدم اكتراث الجماهير بهم وبفتواهم وبكلامهم بل الأدهى من ذلك والأصعب أن تجد بعض من ينتسب إلى العلم يساير الباطل ويروج له فتصبح المسئولية والأهمية أكبر وأهم وأشد مهمة بيان الحق من الباطل ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون كذلك كلام رويبضة في أمر العامة ومن لا علم عنده يتكلم فأصبحت المسئولية على أصحاب العلم وعلى أصحاب القرآن وعلى أهل هذا الدين الذين عندهم هذا الكتاب العظيم وعندهم هذا النور المبين يبينون به الحق من الباطل لا سيما وأن للقرآن الكريم نصيبا في قلوب الناس وفي فطرة الناس وكلمة الله مسموعة وكلمة الله حجة وكلمة الله بينة فإذا قال أحدنا قال الله تعالى فهو على الأقل أقام الحجة وبين الحق وعر الباطل نهيك عما وراء ذلك من امتثال الناس أو عدم امتثالهم وهذا من باب دفع الغربة الآتية والغربة المقبلة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء وحتى تعذر إلى ربك سبحانه وتعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة كذلك هذه القضية لها أهمية كبرى لظهور كثير من المغالطات عند الناس وفهو من كثيرة مخطئة عند الناس ربما لقلة الناصحين ربما لأنهم لم يجدوا المربين الناصحين المخلصين ربما لعزة وجود القرآن الكريم في البيئات التي ولدوا فيها ونشأوا فيها فكان ضروريا ومهما ومرحا على من عنده القرآن الكريم ومن معه من فهمه نصيب أن يبين للناس الحق وأن يعري للناس الباطل وأن يظهر هذا الحق ليعمل الناس به ويكون من باب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ويكون من باب الدال على الخير تفاعله ويكون من باب من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة الحديث بقية فيما يأتي إن شاء الله تعالى صلى الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق قول قول هذا استغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة